البلو الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامجد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله وإياكم إلى حديث الدار يا أهل وسهل فيكم يمكن أن ترون الداخل طالعة وجمال الدار بجمال الرأي حلي فيه وجمال طيبة أهل الدار وسماحة قلوبهم بسكانها كسماحة قلبك يا عادل الله يسلم أن يسعد قلبك نستحفيبي وهي الدار كده الدار تسعد بمن سكنها وحديث الدار يسعد بمتابعينه بمشاركينه باللي كل يوم على الساعة الثانية يكونوا على شاشة المجل ينتظروا حديث الدار لأن الدار من الدار إلى الدار يا سلام شوف اليوم معنا ضيوف شوف الأصافير اليوم معنا بس هذه شنوع أنا مالي هذه طال عمرك صقور الله الصقور ذي ملونة يعني هم يدلعونها صقور ولا هي في الأصل لم تجد صقور ولا تورية تورية التي تعطيها تفاؤل في الحياة وآمل أنت تشوف وش رائك والله أرى أنا عادة بالعادة لما أرى طيرين كذا أخذت العادة كناري على طول لكن تشوف اثنين طيرين دائماً اشتصف الموقف هذا الوفاق أول كلمة الحب هذه إذا رحت محلل الطيور تقول له عطني عصافير الحب الحب اسمها كذا يعني في قصة حب جمعتهم أسمها طير الحب ولا لأنهم دائماً مع بعض خلاص اقترنوا بالحب ممكن تسألهم لأنهم دائماً الثنائي لما يقترن مع بعض إما تكون بينهم ألفة أو مودة أو صداقة أو الراضة بطل حميم المودة والحب ممكن تسألهم والزواج طبعا ممكن تسألهم لا أفقه لغة العصافير لأنني لم أكن ما أوقلي في يوم من اليوم طيب أنا بس هذه النظام الفائدة هذه أنا طبعاً هذه الأبن حسان في يوم من الأيام يعني أزعجني قال أبو عصافير الظاهر شاف ناس وكذا فرح تختلوا هذه والقفص وفيها طبعاً جوز ذكر أنثى وممكن كلها ما تكلف على ستين خمسين ريال والطفل يتعلم على موضوع رعايتها وتغذيتها وأكلها يعني فيها رسائل الرحمة العناية والاهتمام خاصة خاصة ما أنا عارف ربطتها من البداية أنه موضوع الأجر في تربية الحيوان والرفق بالحيوان أكيد وسوقياها والعناية بها حتى مرة قالوا يا بابا شوف ليش هي محبوسة عليما تطيرها تخليها يعني زي عصافير الثانية احنا كده حابسينا احنا كده ممكن لكم ضربناها ففي يعني الحمد لله خرجنا بشي خرجنا بشي وخصوصاً ترى كثير هذا اليوم بيهتم بالتربية بعضهم بيهتم تربية الطيور بعضهم بيهتم بتربية الأنواع من الببغانات وبعض الحيوانات الأليفة فما في مانع أنه يقترن حب الهواية باحتساب الأجر فوقت ينتقل من العمل البسيط الذي ينتهي بانتهاء الطعام إلى العمل الذي ينتهي باكتمال الأجر فهو الرائع المميز بصراحة صحيح أنا اللي خليني أجيبها حديث الدار أمرين هو شيء تكون شاركة معنا على صوات مادري طال على صوات صواتها جميلة صواتها جميلة جداً عن فوض الشيء يحطونها مايك الأمر الثاني في البيت مسوية غلبة الحب متناثر في كل مكان تشوف ملاحظوا بعين تلاحظ تحت كيف الحب ملاحظ يبغالها عناية شكله ما جبته شكله انطردت اليوم من البيت والله يعني خلها مستور طيب إحنا أبو أبو عادل لا أبو أبو لا يوجد أبو لسه الوالد صالح أبو صالح أخي أبو صالح بالأمس طرحنا في حديث الدار صفحة حديث الدار في تويتر التصويت للجمهور وكان كالتالي ما هو الشيء الأساسي الذي تهتم له عند زيارتك المطعم يعني كثير من الناس أمكان ما في أحد إلا يدخل مطعم في الغالب فإيش الشيء اللي يشدك في البداية إيش الشيء الأساسي اللي أنت تحرص عليه في دخولك لهذه المطاعم كانت تربى خيارات إذا هم موجودة عندك طبعا الخيار الأول كان يعني تصويت على أنه الشيء اللي يشدنا عند دخول المطاعم أدي أكله النظافة والخيار الثاني كان مذاق الأكل وطعم الأكل وطعامة الأكل لذة في الأكل حيرو الأمر الثالث كان موضوع السعر يعني السعر هو الشيء الذي أقيم فيه هذا المطعم جيد أو غير جيد عن طريق السعر وطبعا الخيار الأخير كان الذي هو الخدمة أو ما يعرف بالبرتوكول التقديم أو خدمة المكان أو السيرفس تبع المكان نفسه الذي يقدم فيه الأكل جميل طبعا نحن الاستفتاء هذا صادف أو وافق أو ضيف سيكون معنا اليوم ما شاء الله الأستاذ محمد هنيدي خبيرة مطاعم ما شاء الله ومستشار تطوير المشاريع وراح يكله يعني صوت ويعني حوار حول هذا يعني حول هذا الاستفتاء لكن في المقابل نعم لو سألتك أنت يا عادل أبو صالح وش الشيء اللي يستهويك فعلا وفي حال دخلت مطعم أو في حال تعاملت مع مطعم شوف هي الأكل بحد ذاته هو غاية غاية تشبع جوع فهي غاية في طريقة أو شيء فتختلف مرات الدخول للمطعم أحيانا أنا كون أنا مشتهي أكلة معينة من مكان معين في وقت معين اجتهاء فأنا بشبع اجتهاء هذه بهذه الأكل فأروح للمكان دون أن التفت لأي شيء قد يكون الالتفات اللي هو أحد الشيء الذي ذكرنا اللي هو حب التجارب أحب أجرب بيستهدفني بيئات أحب أجرب بيئات مختلفة كدول مختلفة وطبيعة مختلفة وما أهتم له أني أحب أدخل مكان يكون المكان هذا يعني مرادف للبيئة اللي هو فيها إن كان هندي إن كان مكسيكي إن كان أي أن كان المكان فيكون مرادف للأكل يعني أحب أشوف البيئة في الديكور يعني أحب مطعم هندي بروتوكول لتقديم استايل هندي استايل هندي أحب الأكل نفسه أحيانا ما يكون المذاق المذاق الأكل نفسه تذوقه بيعطيك إيحاء إنك في نفس المكان موجود في الهند لكن بعض المطاعم الحالية موجودة أصبح تجمع بهارات وصوصات على بعض وتقدم يعني ما يشكل طاعم للدوعة الثانية لكن أهم من هذا كله بروتوكول التقديم أو إتيكاة التقديم إتيكاة التقديم بحد ذاته هو فن يدرس ويعلم وأحيانا إتيكاة أسلوب التقديم بيجعلك تتجاهل أمور كثيرة طبعا باستثناء النظافة الديكور هذه ما تتجاهلها لكن تتجاهل لو في طعم الأكل لو عليه شوية إتيكاة أسلوب التقديم والخدمة المقدمة بتعطيك اهتمام خاص بتشعر أنك تزعيم المطعم طيب خليني أعطيك الأرقام اللي وصلت تصويت الناس كان النصيب الأعلى للتصويت أن الناس رشحت أنه مذاقع الأكل هو الشيء الأساسي وأخذ هذا تقريبا 44% أنه هذا الشيء الأساسي اللي نهتم فيه عند المطعم بيكون إيش طعم بعد الخيار الثاني اللي هو دي كله النظافة يعني كان في الخيار الثاني بس أنا أنا ليه تعليق والله ما أدري كل إنسان إيش كيف الأخير تبقى إيش تبقى هي وجهة نظر وجهة نظر أنا أقول هي مراحل المرحلة الأولى مع أول خطوة دخول المطعم أول خطوة الانطباع الأولي الانطباع الأولي يعني لو كان لو كان طعمه يعني يذكرني بجزر المالديف اللي في أستراليا الله وإلى المدريفين لكن مطعم سيء في النظافة في تنظيم المطعم الداخل في الترتيب حتى الستائر لها لها نظرة معينة طاولات حتى لو كنت رايح جاء عام بس تبتاكل تطلع نظافة الطاولات نظافة العامل اللي يقدم نظافة الأرضية كرامك الله نظافة الله عزك وهذه أشد دورة المياه اللي في المطاعم هذه كلها تغطي طابع معين مع أول شي حتى لو كان الطعم الذي تخيلنا جالس الآن في مطعم يعني الله بلخ خير على قولهم وجاني طبق شهي يعني كيف وأستلذ بالأكل وهذا قدامي واحد الأمر الثاني إذا هذا الأمر ظهر قدامي أنا كزابون أنا كعميل طيب ما عندي الأكل اللذيذ طيب هذا الأكل اللذيذ كيف صنع في خلف الكواليس إذا هذا الآن المطعم اللي أشوفه أنا غير جيد قدامي في الديكور ونظافة مثلا هذا الأكل اللي يقدم لي اللذيذ كيف أعد خلف الجدران داخل في مطبخ الداخلي وكيف حتكون نظافة داخل إذا هذا إذا هذا في الخارج فهذه المحات أنا أرى أن وجد نظر أنها مهمة بالنسبة لي لو كان طعم الأكل إيش لو كان سعره إن شاء الله بعشرة ريال ولا بخمستاش حتى لو كان سعره زهيد لكن هذه نظافة رقم واحد ولا تجربة دخلت مطعم كثيرة بثناء كثير من الزمل أو بثناء المواقع التواصل اللي يدلك على مطعم وكذا أول مرة كانت آخر مرة رغم أنه يثنى على طعم الأكل وفعلا اللذيذ لكن سبحان الله يا أخي النفس يعني هي في الأخير الشهية تقوم على النفسية إذا كان غير متاح فأنا رأى أنه رقم واحد بالنسبة لي أدرك هو النظافة وأكيد النظافة في كل شيء إذا لم تكن نظافة في كل شيء في التعايش في البيئة فكت بالأكل في شيء دون شيء يعني في نظافة في مستوعات في نظافة مقبولة والله يقول لك مطعم الفلاني أنا بس ما ودي أسمي ولا في مثلا مطاعم معينة لو أذكر أسماءها وتروحون تقيمون تشوفون والله شيء يبدع دورة المياه كرمك الله اثنين واقفين في دورة المياه يعني مختصين بهذه الدورة كل طاولة قدامها واحد الأسياب مختص فيها واحد الروايح في المطعم واحد الفواكه كذا حطينا في سلال في كل مطعم بدأت توطح لا لا أنا ما اللي في جدة أنا أنا ما فعلا فيه عناية يا أخي يعني وهذه أتوقع في ثقافة التسويق وبنقشها مع حبيبنا و أنا أقول أنه ترجع الثقافة كمان لثقافة الشخص نفسه لأنه بعض الأشخاص ما يعرف حقه و نقدر نقول اعرف حقك وين يعني المطاعم و رشاة حكومتنا من العربية السعودية حطت أنظم و حطت جهات رقابة لكن الجهات رقابة طبعا ما حتوصل لكل مطعم فإنت الواجهة لهذه الجهات يعني مثلا الأماء البلديات في رقم 904 تقريبا تتصل أي بلاغ أنا جرى تجربة شخصية في كثير من مطاعم بلغ يا أخي بلغ و أترك خبر و يتواصلوا معك و يرجعوا و إذا ما تم البلاغ يحق لك تراجع و ترفع شكوي أنه لا أحد استجاب لبلاغي أيضا في موضوع التحايل الذي يحدث في بعض المطاعم أو المبلاغات أو أسعار المنيو تخالف أسعار الواقع و الكميات وزارة التجارة يعني على 24 ساعة في كل لحظة فإذا أنت عرفت إيش حقك و إيش الشي مطلوب فإنت واجهة لهذه الجهات الحكومية اللي بتقدم الرقابة المباشرة من خلال الزباين و هم ينتظروا منا نحن كعمل كمستهلكين ينتظروا منا تقييم المطاعم يعني العلمك في أمور نحن نجه لها موضوع البارتشن حوالي العائلية في المطاعم ترى أمر إلزاني من الدولة موزارة تجارة طيب في مطاعم ممكن ما توفر لك الشي هذا و قد تكون مخالفة هذا واحد أمر الثاني موضوع مثلا موسيقى تخش حين مطاعم لذيذة نظيفة جميلة عالمية فيها موسيقى خرابيط موسيقى أو شي أكشن مو موسيقى بغضا تأسن لك داكل أكشن تحسن لك من في السعودية فعلا وهذه أمر نحن كعملة كمستهلكين كزباين يا أخي إذا ما تتكلم مين تتكلم إذا أنت أنت سكت وأنا سكت فلن سكت وبالتالي نحن علينا واجب بالأخلاق الراقية والأدب تقول لما سمحتم ترى الصوت هذا يغلق يعني بطريقة معينة بخطوات إذا ما استجابوا وزارة تجارة الحمد لله متاحة وفعلا نحن نحتاج إلى هذا التقييم لأنه سكوتنا نحن يدل على أنه ماشيين صح وهذا يعطي تماتي في النهاية بكل بساطة بنقول ما وجدنا تغيير ما وجدنا حل المطاعم فيها مشاكل لكن لا أنت قدم وجهة نظرك واصل تجارب الناس كلها 24 ساعة خطوط شغالة خدمات عمل موجودين كل الرقبات ليس فقط في النظافة أو في الموسيقى أيضا في موضوع الأسعار ومبالغة الأسعار أو أن تحصل السعر في المينيو بقيمة وفي الفاتورة وقيمة ثانية يحقلك اعرف حقك وما أحد يسكت عن حقك مشكلتنا ما هي مشكلة تقديم البلاغات مشكلة عدم معرفة الحقوق أدخل على موقع زارة التجارة موقع البلدية اعرف الأنظمة اقراها اطلاع حاليا برودكا ساتل واتساب ما سكتت بتجي دائما أنظمة والبلاغات لماذا؟ عشان تعرف حقك فإذا عرفت حقك بإستطاعتك أن تأخذه وتوقف تماد الغير في العمل طيب الجمهور ترى له مشاركات تعليق على الاستفتاء لكن راح نأخذه ان شاء الله مع ضيفنا في الساعة الثانية والساعة الأولى بندردش نطرح عليه موضوع الاستفتاء ونأخذه ونعطي ان شاء الله بعد الفاصل تمام فاصل وقف الجوار ثم نعود فابقوا معنا في إحدى القرى التابعة لمكة المكرمة يقع مركز متكامل يسعى إلى ملء الفجوة وسد الاحتياج بفصول دراسية مجهزة بكافة الاحتياجات التعليمية والمهارية والفنية اجتمعت في مكان واحد لترتقي بالأسر والفتيات من الاحتياج إلى الامتاج عبر مركز فاطمة الزهراء التابع لجمعية البر لقرى جنوب مكة مركز فاطمة هو أحد منافذ الجمعية لخدمة أبناء القرى وطبعا مخصصة دريب الفتيات وتأهيلهم لسوق العمل وتم اختيار حرف معينة أو مهن معينة هذا من أحد المنافذ الهامة بالنسبة لنا التي نسعى من خلالها إلى تأهيل الإنسان لسوق العمل وأن يكون مكتفي بدل من يكون آخر مركز نفخر فيه في جمعية جنوب مكة بل في مكة عموما فهو أولا أنه من قام على هذا المركز هو العنصر النسائي الذي يعرف ماذا يريد النساء وما هي الأمور التي تحقق رغباته بجهود ذاتية ابتداء من بعض الخيرات في مجتمعنا المبارك طبعا قاب هذا المركز وأنشئ له مبنى متكامل متعدد متعدد الأغراض ومتعدد الأهداف يحتوي مركز فاطمة على قاعات تدريبية مجهزة لتدريب ربات الأسر وفتياتها على عدة مهارات في مجالات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وفنون الخياطة والتطريز وتزين النساء وتعليم كبار السن إضافة إلى احتوائه على محضن للعناية بالأطفال لتلك الأسر وتعليمهم القراءة والكتابة وتنمية مهاراتهم كما يحتوي المركز على مكتبة متكاملة لتنير عقول مستفيديها مركز فاطمة افتتح في 1435 وكان حياة بالنسبة لأهل القرية الحسينية لأن الطالبات ما يكملوا دراستهم بعضهم سادس وبعضهم ثاثة متوسط وكانوا بدون هدف وفراغ عند البيوت مليانة من هالبنات سبحان الله يسر الله لهم هذا المكان وكنا حطين أقسام بالنسبة لهم قائمة على مجموعة كبيرة تقريبا أكثر من 95 طالبة غير رياضة الأطفال اللي 120 طفل يتعلم أمور في الرياضة الأطفال والتمهيدي حتى حضانة يعني عندما خلنا ولا عذر للأمهات حتى جبنا حضانة جبنا روضة يعني المرأة طبعا المرأة الريفية هي زي الأرض خاصبة تعتبر لأنه مهما بذرنا فيها يتطلع النتيجة سريعة كنت من أول بدون هدف بدون تعليم نحرمت من التعليم بسبب المواصلات والظروف المادية جيت لمركز فاطمة الزهراء قدمت لمركز فاطمة الزهراء فأفتحوا لنا مجالات اللي هو تعليم الخياطة والطباعة وفنون الطبخ وفنون الديكوباج أتعلمت فيها هذه المجالات كلها وكنت من أول ما أنا متعلمة ولا شي بس الآن حاليا يعني ما شاء الله تعلمت مجال الخياطة بفنونها الطباعة وفنونها الديكوباج وفنونه الطهي وفنونه جمعية البريل قراجن بمكة والتي جعلت خطاها ثابتة وراسخة ورائدة ومثمرة نحو نقل المستفيدين من خدماتها الرعاوية إلى التنموية ومن الاحتياج إلى الإنتاج ومن الفراغ إلى الإفراغ عبر إفراغ وصب جميع الجهود في مركز فاطمة الزهراء ليكون نبراسا للتعليم والمعرفة ونموذجا مميزا يطبق على باقي قرى المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر